سلم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وعد باديب الاثنين بالعاصمة عدن ممثل منظمة اليونسف السابق باليمن فيليب دوميل درعا تكريميا بمناسبة انتهاء فترة عمله وذلك تقديرا وعرفانا لجهوده الإنسانية وأكد الوزير باديب حرص الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط على تعزيز التعاون والجهود المشتركة مع منظمة اليونسف في مجال التعليم موشيدا بالدورة المشهود لممثل اليونسف السابق في فترة عمله متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه القادمة ومن جانبها أكد سيد فيليب على أهمية تواصل الشراكة القائمة بين الحكومة والمنظمة لإنجاح أليات العمل والجهود المشتركة